موسيقى بسهر الخير أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حلها مع عمل إسماعيل النهاردة هنتكلم في حلقتنا بإذن الله حلقة هتناقش مأساة إنسانية يفضل إنها ما تكونش موجودة أصلا في حياتنا لأنها مأساة صعبة ومؤلمة بكل المقاييس عشان كده هنناقش هنناقشها عشان نتلاشى حدوسها ولو حدست هنشوف إزاي نعالجها النهاردة إن شاء الله هنكمل حلقتنا بس نرحب الأول بالأستاذ عصام الشيخ أهلا بحضريتك خبير الأعشاب والمعالج الروحان أهلا بحضريتك أستاذ عصام في بيتنا مدمن نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل كل خير إن شاء الله الأول طبعا دي مأساة فعلا إذا ما حدق قلت والمأساة ده موجودة في الشعب المصري من سنين طويلة قوي الأول أنا عايز أتكلم أنا مش عايز يبقى بيتي مدمن مش عايز يوصله يبقى مد منه أعالجه آآ آآ يعني التلاشة ده إزاي؟ التلاشة ده إزاي؟ آآ أول حاجة لازم أصاحب ابني أو بنتي تمام وأصاحبه أبقى راجب جدا منه الثاني حاجة وهي المهمة لازم أعرف دائرة أصدقائه لما بيخرج بيتي بيروح فين؟ لما بيخرج من عندي من البيت بيروح فين؟ آآ ويروح عندي مين؟ ولازم أصاحب أصدقائه الثالث حاجة المهمة أن أنا ما دلوش فلوس عمال على بطال لأن دلوقتي أنت محتاج رايح مشوار مثلا تكلفة المشوار ده عشر جنيه ممكن تدلوها مصاش هر احتياطي لكن ما دلوش بابا عايز يمي الجنيه خلي يا حبيبي ماما عايز يمي الجنيه خلي يا حبيبي الثاني حاجة تفكك الأسري لعامل كبير جدا أنت فكك الأسري بينطج عنه أب المطلق والولاد معاه مامتو عايز تراضيهم فبتديهم فلوس أو تستملهم بأي شكل أو العكس الولاد مع أمهم وأبوهم عايز يستملهم لي فأخذ يا حبيبي فلوس مفيش رقابة من ده ولا من ده ده عايز يكسب ابنودي عايز تكسب ابنها ما يقدرش يواجههم مشكلة يعني حضرات دلوقتي أنا عايز ابني عايز يحبني فمش عايز أقسى عليه ولا عنفه وبالتالي مش عايز رأبه ومش عايز أمشه وراه ومش عايز أحسسه أنه فيه كنترول عشان ما يقرهنيش أو الزوجة بتعمل كده يعني التفاقق القسري عامل مهم جدا من العوامل الإدمان طيب نتكلم في الأسرة السوية الزوج والزوجة عايشين مع بعض في البيت والأولاد في أسطه لازم أتابع سلوك ابني ولازم أعمله كنترول 24 ساعة بدون ما يشعر مش حاجة أفتشه قدامه لا هو ليزل من المدرسة أفتش في كتبه في متعلقاته في موبايله أشوف بيكلم مين بيكلمه في إيه الحاجة الكويسة أشجعه فيها والحاجة الوحشة أعمله تمثيلية بيني وبين والده فيها إن أنا أوضح له إن أنت بتعمل ده غلط بس من خلال ما موجوش واجه مباشرة عشان ما يلاقش مني ما بقاش زنانة كتير معافل الموضوع طبعاً الأم عليها هامل الكبير أنا لسه هسألك إزاي أعرف إن ابني مدمن؟ إزاي تعرف إن ابني؟ طبعاً الإدمان مش هينصب بس على الإبن ممكن يكون الإبن ولد أو بنت ممكن الزوج كمان؟ أه ممكن حضرتك إحنا بدلولة بنصدد أن إحنا بنتكلم على الأولاد أعرف إزاي إن ابني مدمن؟ تغير سلوكه سلوك المدمن ثلاث حاجات سلوك إعدائي سلوك مرضي طلب فلوس باستمرار وإلحاح طيب سلوك المرضي أول حاجة المدمن الجديد اللي هو لسه جديد في الإدمان على طول عنده قيء أو إسهال عايز يخش الحمام باستمرار دي في أنواع معينة من مخدرات يعني الوجه لازم ببقى شاحب اللي بياخد بودرة أو بياخد مخدرات ده إحنا بنتكلم عن مدمن المخدرات عموماً المدمن عموماً المدمن عشان يجيب المادة المخدرة اللي هو بيستعملها عايز فلوس طيب ابني لما يكون كثير يطلب للفلوس يبقى وراها سبب وراها سبب ما تدرش الفلوس خد يبقى لما أمونا عايز أنه باخد درس في الحتة الفرنية بقى دي كده إيه المشكلة لما يروح معاً دي المدرس وأعرف المدرس ده بيديله وبقى يمنفعش أن ابني يختار مدرس ويروح للوحده لازم أنا اللي أشوف المدرس القفق المدرس الأمين وأنا اللي وديه المدرس منجليش أنا بأصل أصحابي يبقى لهم درس كواس دي أول نقطة لأنه أنت هتدينه فلوس الدرس ده ياخدها على طول الشرب بها أو الشيء لازم يبقى فيه متابعة لازم فيه متابعة أنا اللي أجيب له مدرس أنا أو بابا المدرس الموصوق فيه اللي أنا ممكن أتصع عليه في الحصة أو في الوقت الطايم بتاع الدرس ابني عندك آه موجود طب ممكن أنا بس أسأله سؤال أطم أنه عنده حبيب مفتاح البيت فيه أختك أي سؤال أن أنا أحسسه أن أنا متابعية ما ينفعش يسيبه يكالي يروح الدرس يروح ثلاثة أربعة ساعات في الدرس أنه الدرس موضته ساعة مثلا طب أنت كنت فيه لما ييجي البيت بشوف سلوكه هل هو سلوكه بقى عدواني هل هو بقى إنسان سوي معنا طبيعي زي ما هو إذا تغير عن طبعه اللي كان معنا اعرفي تماما أنه فيه يا شيء اللي تسوق يا فيه مخدرات يعني ولد مصاحب ناس على رأي الفيلم الليمبي صاحب علي علوقة وما عرفش مين يبقى لازم الأول أشوف داينة أصدقائه أتابع أتابع طيب أنا عايز أعرفه هو فعلا ده مدمن ولا لا والله مش عيب أبدا بتحليل بمئة وخمسين جنيه أاخد ابني لأي معمل وأحلله تحليل مخدرات تحليل مخدرات بيظهر أن عنده بياخد إيه مخدر وما استناش أن الحاجة تتفحل يعني أنا أول ما شك أجري بسرعة أعمل تحليل مخدرات لابني مش شرط أن أقوله تعالى عمل لك تحليل مخدرات لأنها يرفض يروح معنا بابا في فيروس كورونا في الجو تعالى نحل الكورونا في أمراض ورصية احنا عايزين نعرفها اتنقلت لك ولا لا أي حجة أن أنا معرفوش أن أنا رايح أعمل بتحليل مخدرات أقوم انتفق مع المعمل اللي أنا رايح له أن أنا هعمل كده طب صفات وعلامات المدمن إيه ما أنا قلت لحضرتك الشحوب الواجه لا يعني أعرف إزاي إن كان هو مدمن مخدرات مدمن بودرة بيبان على شكل مدمن بودرة مميز شوية عن بيئة اللي البودرة غالية آه وبيعمل إيه بتلاقي تصرفاته دايما فيه سيلان في الأنف على طول بيشن زي ما احنا قول بالداري كده بيشن آه كان عنده برد يعني سيلان الأنف هرش دائم هتلاقي الكلام ده هرش دائم وهو واخد الجرعة حتى وهو واخد الجرعة لأن الجرعة مدتها ساعة ساعة ونص بعد كده بتلاقيه عايز الجرعة آه فتلاقي فيه هرش في الجسم باستمرار خصوصا منطقة الأنف ويعمل كده كتير أي وصل يفيه رشح ده علامات للبودرة آه فيه حاجة تانية اللي هي الشاعة أول في منتغم المصر الوقت للترمدول الترمدول اللي بتلاقي دايما مريض الترمدول آه دهره محني على طول مصدع على طول عظم بيوجعه دايما بيشتكي إن أنا عنده صدع عندي عظم بيوجعني آه مش قادر أصل الطول زي ما يقول يعني بيميزه عن البودرة إن هو مش قادر يصل الطول فيه ملحوظة مهمة جدا أنا عايزة أوجهها لكل إخواتي وكل أصدقائي وكل ناس آه المدمن بياخد الأول أيامه للمخدرات للشهوة والنشوة بعد كده بياخدها للعلاج يعني في الأول هو أخدها بقى منتشي أنا لسه كنت هسأل حضرتك هو المدمن ليه بيلجأ للترامدول بيحس بإيه يعني هقول لحضرتك الترامدول هو أصلا بيتصرف برشيطة طبية على إنه مسكن للألام ومسكن قوي للألام المسكن للألام ده كان المريض العمليات خاصة عملات العمود الفقري يعني هو بيكتب أساسا للمريض العمود الفقري والعملات اللي بتتعمل في العمود الفقري ده بيخليه عنده قوة تحمل أكتر عنده صهر يقدر يصهر يواصل صهر يومين صهران كلام ده كلام ده في الأول بس بعد كده مش هيقدر يصل بطوله من الألم اللي في ظهره لأنه هو علاج فإحنا خدناه علاج لا يصرف إلا برشيطة طبية بالملي جرام أنت تاخد 200 ملي 300 ملي على أسبوع يعني النهاردة تاخد 50 جرام مثلا الدكتور هيقوله أنت لك نص حباية لك حباية تمشي عليها لمدة كذا طب أنا لما باجي أخد جسمي عمل مناعة عليها فأنا كنت أخد حباية عايز أخد اتنين عشان أخد نفس المفعول بعد أسبوع جسمي عمل مناعة تاني للحبيتين فعايز أخد ثلاث حبات وهكذا وكل يوم تزيد الجرعة وكل يوم تزيد الجرعة أولا الترمدول بيسبب بيضمر الأعصاب الأعصاب اللي هي يعني ما بقاش عنده بتلاقي مهتز دايما دايما ظهره ألم شديد جدا سبحان الله الألم اللي معموله عشان يتاخد دي للترمدول الترمدول بيجيبه طب هو عشان كده بيرفض العلاج يعني بيرفض أن يتعالج عشان ما يحسش بالألم ده العلاج أعراض الانسحاب مؤلمة جدا في أول ثلاثة أيام وإذا المريض ما عندهش قابلية للعلاج ما تدورش ما تعالجوش أنا اللي بقول لو هو مش قابل يكون في استعداد نفسي من نفسه دي إني أولا اللي بقولك الأعراض الأعراض هي في معادل الجرع يعني مثلا أنا كنت بأخذ الساعة 12 بالليل مثلا الجرع بتاعتي الساعة 1-2-3 بقى عندي شدة أعصاب وأنا تهيألي كده إن أنا لو مخدتش الجرع هيحصل معي كده هو في ألم مش هنكر عشان ما سهلش الموضوع الناس وقال له في ألم بس الألم ده هستحمله النهار ده هستحمله بكرة فانداء لكل إخواتي وكل أصدقائي اللي مروا بالتجربة دي فكر لحضرتك بس اللحظة إن أنت مش عارف تجيب البودرة الزلك وإنت بتتزل عشان تجيب الفلوس اللي هتجيبها البودرة أو المخدر شوف زلك ده وشوف أهنتك في واحد باع بنته والله العظيم باع بنته ده لتاجر المخدرات اعمل لأنت عايزه وديني الجرع عشان أخذ بكرة في واحد سرق بيته في واحد ده عفش مراته في واحد جهاز أخته في أكام من ناس فانداء لكل إخوان المتعطين المخدرات إن هم يفقروا في اللحظة اللي كانوا بيدوروا فيها يجيبوا فلوس إزاي أنا بكلم للناس اللي هي أدمنت وبتتعافى أو اللي لسه مدمن فكر في أنت النهاردة ده المدمن عنده مشكلة سوداء هو رايح يشتري مخدر النهاردة ما بيفكرش في اللازل هيخده ده بيفكر بكرة هجيب منين هجيب إزاي فانداء لكل الإخوة المتعطين المخدرات فكر في اللحظة اللي أنت بتحاول تجمع فيها فلوس بأي شكل عشان تجيب من مخدر فكر في الخطر اللي بيحيت بك وانت رايح تشتري مخدر من الحد اللي أنت بتعطى منه بيكون كل تركيزه يتفنن إزاي ياخد منك فلوس وعبقاري كذب جدا وعبقاري اخترعات بيختل كل يوم ويقنعك نصيحة تانية مهمة جدا اوعى يصعب عليك مضمن حتى لو ابوك حتى لو ابنك اوعى يصعب عليك لأن أنت لما يصعب عليك وهتدي له فلوس هتساعده أنه يروح يضرب تاني بالزبط لا استحمل وقس عليه مرة واثنين وثلاثة لما بعد كده أنت سد الباب في وش وده سد الباب في وش وهيجيب منين لازم هيلاقيه الورادع لازم يقف ما فيش بيت ما فيش مضمن النهاردة احنا أهلا على فكرة احنا مستهدفين جدا احنا أرخص بلاد فيها مخدرات ما هذه الحرب احنا أرخص بلد فيها مخدرات احنا أكتر بلد فيها المخدرات ديولوية فبالتليفون بيجي لك تنزل السبت تاعمل مخدرات في أي مكان منطقة الشعبية منطقة نائية المخدرات تحت الشباك بالبلكونة نزل السبت تطلع لك المخدرات بسم الله ما شاء الله فاحنا شعب مستهدف فاحنا ما نديش فرصة لعدونا بسلبيتنا ان احنا نطنش طب ايه يعني مفلام بيشرب ايه يعني لا ده مدمر مستقبل ابني لو سكيت عليه النهاردة لو النهاردة مستقبلوا صحته كل ما هم مستقبلوا شامل كله فندق لكل الامهات وكل المسؤولين عن رعاية طفل او شاب او حتى رجل كبير ما يصعبش عليها ابدا حتى فيه ركابة بتبقى في الشغل برضو بيحللولهم الركابة على السوائين بيحللولهم بس برضو ما تعرفش بس عايزة اقول لها حضرك على حاجة من يوم ما عملوا القبع على السوائين قالت الحوادث قالت تعاطي لان السواء عرف ان ده مصدر عشو هيتقطع هيتقطع ماشي هلا يجي انا بقول لهم بس معلومة صغيرة جدا هل احنا كلنا فرمضان ده مش بنبطل 16 ساعة ما بنقولش لا سجاير والمخدرات ولا اي حاجة يبقى الموضوع واهم بس واستاذي هو مد من المخدرات ضعيف تمام ضعيف وواهم نفسه بالضعف زيادة عارف لو بس ادى نفسه فرصة ان هو يكون عنده عزيمة هيتغلب عليها فكيد طبعا لاني شرط من الشرط بزبط وما بيحصلش حاجة مش بنموت يعني انا عملت علاج للإدمان جميع انا ما بعليكش الإدمان عشان ما قوله ما حاجش تصل علي اقول انا ده انا ابني لا المضمن اللي عايز يخف انا بعمله ديتوكس طبيعي من اعشاب طبيعية بتتغلب وتتشرب زي الشاي كده 3 مرات في اليوم اولا بتقلله عارض الانسحاب جميل جدا بتعمله ديتوكس طبيعي من جميع السموم اذا كان بياخد ترمدول بياخد برشام بياخد اي نوع من مقدر بعمله ديتوكس طبيعي في اربع ايام بس بسحب السموم من جسم كلها خلال اربع ايام فهنا حجته ان انا الالم الانسحاب صعب جدا انا بطلتها لك يا فن يعني الاربع ايام اللي بينسحب فيهم المخدر من جسمه ما بيحسش بحاجة زي ما بيحس في المساحة لان انا بديله مخدر طبيعي انا بديله مهدئات طبيعية هو العلاج اللي بياخده من الدكاترة هو مهدئ ومصبت للحالة بيهد صحته بيخليه عنده ريلاكس كده بس بيشعر بألام الانسحاب فده اللي بيخوف المدمن انه هو يروح يروح يتعالي سمع من زميره ده انا شفت ايامه تلت ايامه واتضربت وتعاملت لا يا فن اولا جميع مستشفيات الحكومة والخط الساخن اللي عاملة الحكومة ما فيش معاملة ادمية جدا انا جربت بنفسه وشفت الناس بالتعامل زي وروح تبع كذا حد معاملة ادمية جدا بيفرق على جميع المنجان خط الساخن موجود يتصلوا عليهم فيه كمان حاجة اسمها الشحن انا دي التعبير روما عارفينه المبنين ده بالنسبة للمصاحات الخاصة الشحن لا حتى الاعلى الخاصة اصلي اعرف ان المصاحات الحكومية الحكومية بتشترك ان هو يروح بنفسه ان هو يروح وهو عايز دي مزانية دولة يا فندم انا ما اجي اصرف على مدمن هو مش عايز هيطلع من عندي انا اكلته وشربته وعليجته بعد شهر اثنين تلات اربعة خرج وعمل النفس يبقى خد مكان واحد كان عايز يتعالج خد من مزانية الدولة فعشان كده بيشترطوا ان انا اكون عندي الرضا وعلاجي نفس القصة فندم انا مش هدي واحد انا ما بيسألوني في الترفون والله ابنك اللي عايز يا فندم هو اللي قالك هاتيلي اه انت فضلي انما لو هو مش عايز اولا هتشتروا هتدفعي فلوس مش هياخد لان هو مش عايز او هيدحك عليك مرة وياخد او هيساهيك ومش هياخد لكن لما يكون هو شخص عايز هو اللي هيساهي انا باقسم لك ان العلاج بتاعي بيقلل كتير جدا من اعراض الانسحاب اكيد هيشعر بقلم مش هقولك لا لكن هنقول 25% مش هنقول 10% 25% بس بدل ما تقعد في المصحات اذا كانت خاصة والعامة 3-4 شهور لا اربعة ايام اعراض الانسحاب كلها بتنشد كمان الاخ اللي عايز يعمل رخصة وبيشتروا طريب تحليل مخدرات بعد المخدرات بتسيب اثر في الدم 3-4 شهور اللي حد 6 شهور يعني انا بطلت من 6 شهور وروح تحليل ليت عندي اللي هم عندهم مثلا بياخد الحشيش الحشيش مادة مخدرة هي الاسهل او اللي هي اضرارها اخفة من اي ضرر تاني ومع ذلك بيقعد 6 شهور في التحليل يعني محلل بيفضل موجود في الدم 6 شهور في الدم فيه طرق تحايل بتتعامل في التحليل بتاعت المعمل حاليا لا كان دلوقتي انت عارفة لما بيروح يحلل بيلاقي فيه كاميرا وفيه مراية قدام منه وفيه حد بيرقبه وبيحلل كان الاول بيقوله اشرب خل كازا كوباية خل وعمل ما عارفش ايه دلوقتي بقت التحليل اقوى شوية فبتقدر تظهر الحشيش انا ديتوكس بتاعي بيشل لك اعراض المخدر يعني العايزة تطلع رخصة وروحة لعمل مسؤوليتي ياخد العلاج بتاعي وبعد 10 ايام او 15 يوم عشان برضو ايه انه كنا ديت فرصة نفسي من 10-15 يوم وروح يحلل هيلاقي بإذن الله ما فيش تحليل العلاج بتاع حضريتك خاصة بالحشيش او الاربع الاربع مواد مخدر يعني المكونات المخدر درجة البودرة والكوكاين والحاجات بيسحب الاعراض بتاعتهم طبعا الحشيش هو اخف ضرر من انسحابه مولوش ايه اعراض انسحابه لكنه اكتر صعوبة لانه بيفضل اصاره في الدم برضو البونجو والحاجات دي دي اعراض انسحابها اصعب اعراض انسحاب الترمدول والبودرة دول اسوأ مكونين ترمدول والبودرة دول اسوأ اعراض انسحاب دول بيحس التكسير في العظم رشح مستمر هيجان هرش اعراض مشتركة من الاتنين فانا الحمد لله اللي عليك بتاعي بيقضي على اي نوع من المخدر وبيسحبه من الدم يعني بعد 15 رو ما تليش يعمل التحليل ما يليش اي حاجة في الدم لا ما حشيش ولا بودرة ولا اي حاجة وبيقلل الاعراض بالنسبة على الاقل من 10-25% يعني مثلا انا عندي قلم شديد جدا لا بيبقى فيه قلم انا قدر اتحمله كمان بيعمل مهدق طبيعي انا العشاء بتاعتي كلها مورينجا وحاجات يعني حاجات كلها طبيعية الحاجات دي بتديك الاحساس اللي انت كنت تتاخده من مخدر ان انا كنت عايزة مثلا ابقى ريلاكس وهادي مزاجي جميل كده زي ما بيقوله هتلاقي كده انا عايزة انا فايق وانا بتكلم وانا بقى اقرى هتلاقي كده هادوا اللي بيبقوا زي الشمع كده ما بيبقوش تعرفش تتعامل معاه ما هو اللي تحت تأثيره مخدر هو تحت تأثيره مخدر هو زي واحد سكران يعني مش تاخده منه معلومة انما انا الاعراض الانسحاب بتاعتي هي اربع تيام تقدي على المرض تماما تخليه مش مدمن باذن الله رب العالمين بيقولش كلام ده عشان بي انا بقول الكلام ده لان اي حد ممكن يعمل كده اي حد عايز يبطل لأدمان هي اربع تيام اللي يقدر لو ام او اب اسع لابنه شوية وحبسه في البيت بدارك كده ومنع عنه مخدر بس يكون الولد هو عايز يعمل كده يكون من جوا عايز العارفة العسل للطبيعي بتاع ربنا ده لو طبعا المدمن بيبقى رفض الأكل او اكله قليل قويان العسل الطبيعي ده لو انا عدت اربع او خمس ايام ابن ببيتي ما ياخدش مخدر ويمشي على العسل ده عسل بس عسل بس يجيبه من عند اي حد لك بس عسل بكون كويس واللبن دول بيعملوا غسيل الدم غسيل الدم يعني انا بنق الدم تماما لكن ما بيشيلش بقى الاعراض يعني انا انا اخدتك كده الحمد لله انا سحبت منك الاربع تيام دول استحملت المهم وعذبهم وبقيت انسان سوي لكن انا مراحل حلل هلاقي نسبة المخدر في الدم ده بامتا يا استاذ بعد اذنك امتا اتقعد فترة تقديق اتأكد ان خلاص ابني خرج من الادمان ومش هيرجع له تاني هقول لحضرك على حاجة للأسف مناش وقت اول حاجة الصحاب امنع له داير الصحاب اللي كانت اللي بيجيب منه رقم التليفونه ده اشيل التليفون منه لان المدمن او ما بيلاقي ديلر بتاعه على الرقم بيتصل بيه بيحين بيحين سواني بيبقى اكيني اكيني عامله تانونه نطيسه ورجعه لحالة تاني تليفون لازم اتغير تليفون يفضل نفيش تليفون اساسا لو همنعه من الشارع فترة شهر مثلا ان انا بقوي فيها وان انا دايما اسجله فيديو وهو في الحالة السيئة دي او ان انا اعرفه انت تفكيرك فين دلوقتي انت هنا هتموت عشان تجيب الجرعة طب ربنا شفاكة هو تحب ترجع بقى تاني للزول اللي انت كنت فيه بيقصو المقارنة دي كفيلة ان انا بطى المخدرات الانسان السوي لما يشوف الزل في واحد ابن الفحش على اخته عشان ياخد تذكرة من زميله زي ما بنشوف في الافلام الافلام دي ما من الواقع هو المؤلف اللي عمل فيه جابه من ايه ما هو جابه من الواقع بالضبط صح فالادمان ده حاجة يعني سهل جدا نخرج منها بيد اراضة طيب اتعامل والعبادة العبادة مهمة جدا في المسيحي يروح كنسته والمسلم يروح الجامعة بتاعه العبادة مهمة جدا في الموضوع ده لان العبادة فيها سكينة وفيها راحة نفسية وده اللي عايزه المريض طيب عايزة اقولك اتعامل ازاي معي اتعامل ازاي معي نفسيا لو مثلا في البيت هو دلوقتي احنا قلنا ان احنا نمنع عنه الفلوس ازاي ده ان انا دايما اوريره مخاطر الادمان ان انا بقى صاحبته اوي او صاحبه اوي ان انا اقرب له اللي هيلاقيه برا يلاقيه عندنا بدلا ما يسأل صاحبه على معلومة وبقول له بحذره اياك هو التجربة بقول لك خدي وجربها وتبقى كده واقول له حاجة تاني لو صاحبك اللي بيحبك ده بقول له خدي جربها عشان هو ما بعملش كده عشانك ده بيعمل كده عشان تبقى انت مدمن فتتأسمه تمن التسكرة مع بعض بدلا ما هو يجيب التسكرة بعشر جنيه مثلا ده انت خمسة وهو خمسة تسعين في المية من اللي وقعوا في الادمان نتيجة انه هو عايز يجيب الجرعة فقالوا له هاتلي اربعة خمسة وهناديك تسكرة ببلاش كل ما يعوز تسكرة يجيب اربعة خمسة في الاول ببلاش اه او في الاول ببلاش عشان بيحبك لا عشان يجيب رجلك ويقول لك يصور لك حاجات انت مش هتشوفيها اصلا ده انا ما باخد التسكرة بحس انطير في السحاب ده انا ما باخد معرفش ايه بحس اننا بعمل كذا هل نفس الاحساس بالنشوة ده في الاول هو نفس اللي بيكون بعد كده لا طبعا اول اربعة خمسة ايام هي النشوة دي اه بعد كده بتبقى متطلبات جسم بقت متطلبات ضرورية جدا لما خدتهاش انا الاول باخدها للزة والاخير باخدها للشهوة للعلاج للمرة بقيت مريض يعني ما كنت باخدها عشان استمتع بقيت اخدها عشان اتعالج الى جانب ان انا يعني انا اسف جدا في اللفظ الترمدول ده شائع جدا لسببين اتنين للصهر والجنس طيب ما انا عندي حاجة رباني وبلاش ارخص من كده بكتير وقانونية جدا جنسنج اشتري فيه جنسانة خمسة مية من الصادرية وفيه جنسنج الكوري من عند العطار او جنسنج من الامريكي من عند العطار اجيب لي عشرة جرام جنسنج على كوباية عصير على كوباية اي حاجة واشربهم هيدي لنفس الباور بتاع الترمدول اذا كان في الجنس او اذا كان في الصهر حاجة اسمها الشيرش الزلوع حاجة اسمها بات اسمه الحسكة حاجات كلها موجودة عند العطار بلاش كلام فاضي يعني جرام الجنسنج اللي انه ضيب باربعة جنيه او بخمسة جنيه لو انا جبت جمعت حق البرشامة جبتلي جرامين جنسنج او عشرة خليتهم عندي نص جرام قد كده على طوالطبات مية هيديني نفس الاحساس الجنسي اللي كنت بحضو هيديني نفس احساس الباور اللي كنت بحضو وبعدين ما بيدرجش الجسم بيعملش عليه مناعة انما اي مخدر الجسم بيعمل عليه مناعة محتاج تزود الجرعة تزود الجرعة فيه ناس بتاكل شريط ترمدول عشان يدي sesame حباية لك بقيدة الاول بدايتهم حباية وختمت بشريط هي ناس بتوصل للشريط كامل تصف ومرة واحدة عشان يدوله إحساس الحباية تأثير ده على الجهاز العصب يتلف لا وجهاز الهضم كلا واحد كابت تشبع بالسموم مررت تشبع بالسموم هزلان خلاص مفيش المدمن ده أقولونه يعمل أي مجود فقريه في أي حل في أي حاجة قضية أنتوا بتنقشوه مفيش مش يقدر يعمل معك أي حاجة هو تفكيره منصب إزاي أجيب فلوس وإزاي أجيب ديلاري آمين هو بينام ويصحى عايز يفكر إزاي أجيب فلوس تفكير 24 ساعة في حاجتين اتنين بس ديلاري قوي ستين حاجة مش مخشوشة أهرب إزاي من الحكومة أجيب فلوس إزاي دول تفكيره وافكرتش في أي حاجة غير كده ومعندوش وزع دين ووزع أخلاق مفيش هو كل تفكير عبادته لا المغايد ده أمره سهل لا ده عبادته الفلوس أجيب فلوس إزاي نصيحة لكل أم وكل أب فلوسكم لولادكم بحساب رادع ما يصعبش علي ما تعطفش معاه طب ده يا أستاذ عصام بالنسبة لله هو لسه بياخد مصروف طب اللي بيشتغل معه نفس القصة معه اللي بيشتغل مين هيبقى رقيب عليه هو رقيب على نفسه وأسرته هو لو رقيب على نفسه كانش خدر حضرتك ما هو دلوقتي أنا هو بشتغل وأنا متجوز عندي زوجة تهدده يا إما أنا سيب البيت يا إما أنت تبطل تخطبك طريق يا أنا يا البيت ما تعطفش معاه اللي بيجيب بنفسه ده أهوى ضرراً شوية من اللي هو بياخد من موبا من موبا أو أنه هو لأنه ده اللي بيلجأ الاسترقى بعد كده الله ينقر عليك اللي بيجيب هو شايل مسؤولية نفسه بس ده برضه أصبح عضو فاسد في المجتمع لازم بتروح أكيد لأنه هو عشان يجيب حد يشوفه هيقلده هو هيعمل حاجة ده لا إحنا مش عايزين كده إحنا عايزين إحنا بنتكلم على العمام إن أنا بحفظ الناشئ اللي كبر ده يعني مسؤول عن نفسه مسؤول عن نفسه إنما أنا بتكلم عن الناشئ اللي إحنا نلحقهم دلوقتي الناشئ الصغير عشان ما يبوش كده آه الطالب اللي في إعدادي والطالب اللي في سنوي ده لازم أنا دول دول زخيرة المجتمع دول الصمرة بتاعتي لازم نحفظهم من دلوقتي اللي أنا بالوقاية اللي هي الوقاية خارج معلاج الوقاية أنا ما خلوش روح بالسكة دي الأول دايما أحكيله عن الحاجات دي ووريره الضر بصح بقلبي هو اللي جاي ديك للحاجة دي مش عشان بيحبك ده عشان يستفيد منك فيما بعد ويخليك زيه آه أنا زمان أول ما كنا لسه صغيرين كل بي إيش الصغيرة دي خليك راجل إيش رب أحسمونه لأي لك مش راجل طب وإنت إيه واجه الرجولة في الصغيرة بس بعد الفطار كله بيقديي المجرب عشان هو عايز كده لكن مش إدمان لا لا مافيش إدمان السجارة عبارة عن نيكوتين النيكوتين على فكرة نيكوتين ده مفيد مش دار نيكوتين ده بيعلل الأدريانيل في الجسم بس يستخدم مصادر طبيعية مش من مصادر زي ده يعني نيكوتين ليه ليه الناس بترجع للسجارة مادة النكوتين فيها مادة بترفع الأدريانيل في الجسم شوي النكوتين فبتهدي الحلل لو انا عصبي او انا سارع او كلام ده بتهديها انما مهاش ادمان مش مادة مخدرة ان انا بدمينها لا انا ممكن اعمل نفس استثارة طبيعية من غير اي حاجة كده واخد حاجات طب دايما نلجأ للحاجات الطبيعية انا عامل العلاج بتاعي للتدخين يعني عندي حاجتين حاجة للمخدرات وحاجة للتدخين انا عامل مشروب تشربه تيجي تشربه استجارة بعد كده تحس طيب احنا عشان وقت الحلقة هنكمل الحلقة الجاية ان شاء الله وبستعزينكم النهاردة معلش نكمل حلقتنا الحلقة الجاية والى اللقاء في الاسبوع القادم اشتركوا في القناة